كل واحد فينا أكيد لقى نفسه في يوم من الأيام ماشي في محل شايل حاجة ورايح اشتريها بس عشان شكلها عادة سهل قوي تنجاز بالحاجة شكلها جميل وتأخدها وتروح تشتريها من غير ما تفكر انت هتحتاجت ايه هتفضل ماشي في ممرات المحل شايل للحاجة للشكلها جميل بس مش مفيدة دي وعمل تسأل نفسك انا عايزها فعلا وهشتريها ولا رجعها بسرعة الرف عشان لما روح من دامش انها اشتريتها بجزء من الطبيعة البشرية ان احنا بنتجاز بالحاجات الجميلة حتى لو مش هي الخيار الصحيح في الوقت الحاجة نفس النظرية دي بالضبط تنطبق على التصميم الدخلي والديكور ممكن انت انت تشتري حاجات كتير قوي انت شايفها جميلة كل حاجة لوحدها بس لما تروح البيت وتحطها في الغرفة وتكتشف انها ملاش اي لازمة وانها الاخر هتبقى كراكيبة عشان كده لازم نحط في المغاني ان الوظيفة تيجي قبل الشكل حتى في التصميم الدخلي والديكور وهوههعرفك ليدل بس قبل ما نخلش الموضوع اعاز عرافك على نفسي بسرعة انا اسمي محمد قمّح مهندس معماري وانتيار ديزاينر وده قمح ديزاينر اول حاجة نتكلم فيها النهاردة ان ليه الوظيفة تيجي قبل الشكل حتى في الانتيار ديزاينر ان احنا عندنا كل غرفة اكيد لها وظيفة وما ينفعش بأي منطق أن أنت تصمم أي غرفة غير لما تعرف الوظيفة الأساسية يعني الطبيعي أنك هتفكر في الأشخاص اللي هيعيشوا في الغرفة دي وهتفكر هم هيعيشوا إزاي فيها قبل ما تفكر مثلاً في اختاري الألوان والاكسسورات اسأل نفسك في الأول الغرفة دي هتستخدم لإيه؟ هل هي المكان التجمع عائلي؟ هل هي الاستخدام المعيشة اليومي؟ هل فيها أطفال هيعيشوا فيها؟ هل هتحتاج تلفزيون؟ كليديا أسألها هتغير تماماً القطع اللي أنت هتحطها في المكان وهتغير تماماً طريقة الفرشة وبعد ما تختار القطع بتاعتك وتفرشها في البلان بطريقة اللي تناسب حياة الناس اللي هيعيشوا فيها وتناسب الوظيفة للغرفة دي معمولة عشان هتقدر بعد كده تختار الألوان والاكسسورات وباقي التفاصيل رقم اثنين إن أجمل حاجة أصلاً في تصميم الداخلي والديكور إن هو ترنداته وبتتغير باستمرار عشان كده لازم يكون الاهتمام الأكبر بالوظيفة ومن ناحية تانية أصلاً أن أنت صعب جداً تغير الوظيفة بعد كده بعد ما تستقر في المكان فكر كده أن أنت ممكن تكون محتاج تغير حيطة من مكانها مثلاً عشان أنك اكتشفت بعد ما عاشت في المكان من الغرفة الدايئة وليس هو ده اللي ستايل بتاعك أنت عايز مكان ما بتوح تغيير شكل بيتك سيكون أسهل بكتير لو أنت عندك الأساس سليم يعني تقسيمة البيت مناسبة لحياتك وقطع الفلش الأساسية مريحة ومناسبة لك ليس هيبقى فاضل لأن أنت تضيف لمساتك عن طريق قطع الديكور ودي سهل تغيرها كل فترة ثلاثة حاجة أن أنت مهما بزالت في تصميم بيتك فأنت مش لازم يكون هو ده البيت اللي هتقاش في بقية حياتك لازم تفكر في يوم ما تسيبه هل تصميم البيت بالوضع ده هيكون ورقة ضغط في صالحنا وهيعلم إن قيمة البيت ولا هيكون وسيلة ضغط علينا وعيب فيه هنحاول ندريلي وندور على مبررات عشان نحافظ على قيمته آخر حاجة أن التصميم اللي بيحط الوظيفة قبل الشكل هو في الحقيقة خطة مفيدة جداً لتقليل التكلفة أغلب الحاجات اللي بنشتريها وفي الآخر بتتركن أو تترمي أو تبقى في الآخر كركيب بتيجي أصلاً بسبب عدم وجود تصميم أو بلان بننزل نفضل نشتري حاجات بطريقة عشوائية وبنصر فلوس قد كده وفي الآخر النتيجة بتكون غير متناسكة ومش مريحة لو صممت بيتك وانت مركز مع وظيفة هتقدر تقلل كتير من الحاجات اللي انت مش محتاجها وتركز مصريفك في الحاجات اللي انت مش محتاجها وهتفضل معاك على المدى الطويل بيتك هو محور راحتك انت وقصرتك ويستهل انك تبزل فيه مجهود كبير في التصميم خلي ذوقك وإبداعك يحركوك بس أما حاجة تتأكد انك حققت الوظيفة الأول سداني هتطبسك جدا لما تلاقي كل شيء في بيتك جميلة ومريحة وبتخدمك في حياتك كما انت عايز بالذكر قبل ما تمشي بقى ما تنساش تدوس لايك وسبسكرايب وتشغل الوتيفكيشنز عشان اول ما انازل فيديو اليوتيوب يقولك على طويل سلامة